أكد الأخ محمد علي الحوثي رئيس لجنة الثورية العليا أن مواجهة الجيش واللجان الشعبية للعناصر الإرهابية أثبت للعالم اليوم أننا كنا أصحاب حق في مواجهة هذه العناصر الإجرامية التي يمولها تحالف العدوان وقال رئيس لجنة الثورية العليا خلال استقبال اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء الأسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين تم الإفراج عنهم بعملية تبادل مع مرتزقة العدوان قال إن السعودية عندما رأت صمود وتوجه الشعب اليمني في مواجهة هذه العناصر وأن أذرعها قد انكسرت عمدت للدخول مباشرة في حرب مفتوحة وعلنية وواضحة على الشعب اليمني ودون أي مسوغ قانوني لأن أولئك العملاء الذين كانت تحركهم قد قمعوا مبينا أن الجميع رأى كل أولئك الذين تم مواجهتهم كانوا حاضرين في مؤتمر الرياضة ومضى بالقول اليوم أصبح واضح وجليل العالم كله من يقف ضد من واجهتموهم واضح للجميع وضوح الشمس أن من وقفتم ضدهم كانوا السعوديين ودول العدوان جميعا وأمريكا هي من تدعمهم السلاح المتواجد معهم هو السلاح ماذا ومن أين أتى والمال كذلك ومن الذي يقدم لهم الدعم والمساعدة هي أمريكا والسعودية وحلفائهم وهذا شيء واضح ومكشوف ولا يستطيع أحد إخفاءه وقال عندما نقول أن دائش والقائد المتواجدة في الجنوب بفضل الدعم السعودي الأمريكي هذه حقيقة من سلموا لهم المال والسلاح من أجل تفتيت اليمن وتمزيقه وتقسيمه ذهبت من أجل مشروع محدد هو حماية الشعب اليمني من سكاكين الذبح والسحل والإحراق رحب رئيس لجنة الثورية العليا بعودة الأسرة وأكد أن جميع من تبقى من الأسرة سيعودون إلى أحضان الوطن وسيخرجون في القريب العاجل مبينا أنه عندما دعت وقررت اللجنة الثورية ذهب في حرب دائش والقاعدة وإعلان التعبية العامة لم تكن مجرد نزوة أو بدون تفكير أو تشاور مع قائد الثورة أو بدون تشاور مع قيادات الدولة لكن كان الكل مطلع ويعرف ذلك